أعود معكم مشاهدين إلى الملف الأبرز في نشراتنا الملف التونسي حيث نضم إلينا من تونس سيد بيل حسن اليحياوي الكاتب والباحث السياسي تحيات يا سيد يحياوي مدة طويلة لم ألتقي بك عبر شاشة الغد إلى أي درجة مزاج التونسيين مختلف في الداخل عن الخارج يا سيد يحياوي أهلا وسهلا سيد محمد نعم في الحقيقة الآن المزاج التونسي بصورة عامة كما نرى يعني كلما اقترب موعد الاستفتاء إلا وازداد الاحتقان بين الطرفين الأحزاب البرلمانية المناوية لمصاري الخامس والعشرين من جوليا ومناصري هذا المصار أو مناصري الرئيس قيس سعيد من الطبيعي أنه الآن الأحزاب البرلمانية أي أحزاب المعارضة قد فشلت في تحقيق شيء ما على أرض الواقع رغم عديد التحركات التي قامت بها في مختلف المناسبات في المقابل رئيس الجمهورية يمضي قدما منسجم مع نفسه منسجم مع إعلانه على خارطة الطريق يحترم تماما هذه التواريخ ولا تثنيه تحركات الأحزاب المناوية لمصاري الخامس والعشرين من جوليا عموما نفس المشهد هذا الذي أحاول وصفه كما في الداخل التونسي كما في الخارج التونسي ولكن إلى حد هذه اللحظة ليست لدينا الأرقام المتعلقة بمدى يعني نسبة صحيح لا أرقام يا سيد يحياوي صحيح لا أرقام دقيقة حتى الآن لكن المسميات لدي عليها علامات ضوء وتعجب سيد يحياوي مثلا أعطيك مثال مناصروا الرئيس هو رئيس قيسي سعيد رئيس جميع التونسيين ليس كذلك هو ليس رئيس فئة أو جماعة أو طائفة هو رئيس للكل يا سيد يحياوي فالكلمة التي تذكر بين الفينة والأخرى مناصروا الرئيس ما معناها؟ كذلك حتى المسمى للمعارض جبهة الخلاص هو الخلاص من من يا سيد يحياوي؟ من من الخلاص؟ نعم وكما ذكرت رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين هذا أمر واقع لا يمكن رفضه ولا يمكن دفعه ولكن منذ أعلان الخامس والعشرين من جوليا يجب أن نتعرف أنه ثم تشق بين التونسيين بين من يناصر هذا المصار مصار الخامس والعشرين من جوليا أو يناصر قيسي سعيد في ما اتخذه من خيارات في الخامس والعشرين من جوليا وثم جبهة هي التي ترفض هذا المصار وهي ما تسمى ما أصبحت تسمى جبهة الخلاص تطورت من مواطنون ضد الإنقلاب ثم أصبحت بعد ذلك جبهة الخلاص وعندما تتأمل فيها جيدا لا ترى سواء الحزام البرلماني لحكومة هشام المشيشي الذي قامت على أنقاضها الخامس والعشرين من جوليا توقع ترجمة نانسي قنقر